طيب فضلت الشيخ الحبيب أبو عبد الرحمن أنت تحفزني الآن بحديثك هذا عن الأخوة الحقيقية وأصلت لها بارك الله فيك والصداقة الحقيقية ويعني فهمت من كلامك أنه إحنا فهمين معنى الصداقة خطأ يعني إن أنا أقابل أو ألقى صديقي صعيب وجه طلق كما ورد في السنة لكن الوجه الطلق لا يكفي يعني وإنما لابد أن يعي الصديق ما يحتاجه صديقه ودون أن يشكو دون أن يطلب دون أن فهمت هذا من حضرتك طيب إذن أنت تحفزني الآن لأسألك يعني ما هي حدود أو حقوق الصديق في الإسلام نعم نقول حقه الصديق يعني يعني أنا أقصد أن مسألة الظواهر لا تغني آه طبعا طبعا يعني أنا أعجاب أن يجلد نفس المحمد أنا أحب أن يكون وقع في الطرح بتاعي طبعا طبعا حضرت المشكلة بين زوجي وزوجي فأنا قاعد بينهم كحكم فهو يقول لها أنا أحبك حبا كثيرا فأنا بتقول له على السجية والفطرة كده حب إيه اللي أنت جيت قول عليه آه مكلسون آه يعني أنا لأيا لأحنان ولا لأيا طعا ولا إفاق ولا شراب ولا ألباني ولا أي شيء خارج حب إيه اللي أنت جيت قول عليه فالكلمة كأنما المرأة صعقتني بهذا الكلمة طبعا طبعا يعني الحب هذا له شواهد فأنت داخل بتقول لي بحبك وخارج بتقول لي بحبك وسيبني بدون أي شيء يليك سيبنا بقى أخنا لا يعني بشرب السجائر وبالخرج لأصحابي آه تمام مفهوم مفهوم ثم ضيعتها أنا كنت أقول لك فكان يقول يعني يعني كأنها تنادي من أعماق نفسها وتقول له يعطيني دليلا واحدا أنك تحب الله لأن المحب يفادي يعني الله فالمراد اللي أنا العلاقة الظاهرية اللي أنت بتسلم عليه كأخ بتبتسم فيه وجه وبتخدني بالحضن ومشاكل هذا هذا شيء حسن وحسى وحث عليه أصول الدين نعم ما في إشكال بس الوراء هذا بقى المعنى الذي يعيشه النبي عليه الصلاة والسلام في يوم صلى الله عليه وسلم مر على أبي هريرة أبو هريرة كان يعني قليل المال ما معه مالي فكان يتلوع عند المنبر من الجور فمر به أبو بكر فيريد أن يطعم شيئا وكان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم على الشبع البطن فلحق بأبي بكر وقال له يعني مسألة قال أبو هريرة أنا أعلم به أعلم بهذه المسألة منه ولكن ما سألته إلا ليطعمني يا سلام سبحان الله قال فأجابني سم من صرف قال فمر عما فسألته مسألة أنا أعلم به قال فأجابني سم من صرف قال فمر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما رآني قال أبا هر أكبر وما زألته عن شيء صلى الله عليه وسلم يبا إذن إيه اللي عمل النبي عليه السلام هنا صلى الله عليه وسلم عندما نظر إلى أبي هريرة لاحظ في وجهه الحاجة والجور نعم يبا إذن حق الصحبة الآن أنه ما يرحش أخذ بالحض كيف حالك أبا هريرة السلام عليكم وعليكم السلام عليكم هو أجعان لا طرم أن أبا هريرة يحتاج إلى الطعام يبا إذن حق الأخوة هنا ماذا هو أن تطعمه طبعا يبا أول حق الأخوة أن يتفقد الأخ وأخاه تمام ويتفقد تفقد يعني صحيح يا أخي كيف حالك هل أنت في حاجة إلى شيء فعلا هل أنت مريض هل أقدم لك شيئا طبع عندك زنق في المرتب بتاعك مثلا أقب بجوارك طبع تحتاج إيه هو دا المعنى الذي نريده الله اللي هو التفقد 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 الحقيقي الواقعي نعم نعم وإذا لم يوجد هذا فأعلم أن هذه الأخوة للمصالح والأثر الذي قصصته الآن حضرتك على مسامعنا من عمر رضي الله عنه يدل على هذا أنه مؤرق في نومه وما يستطيع أن ينام من حبه لمعاه الله وكان على رأسهم رسول الله صلى الله أم كلاميذ النبي صلى الله صلى الله أني أحبك في الله يا معاه الله صلى الله صلى الله فيعني نعاوز أول شيء أقوله اللي هو التفقد الحقيقي للإخوان للإخوان أيوة طبعا ده بالنسبة أنا أكلم للإخوان والأخوات أيضا يعني مثلا الأخوات يكون بينهم مجتمع متكامل يسألنا عن بعض وينصحنا بعض وما شأك لهذا تمام حتى يكون المجتمع قوي طبعا مسألة التفقد هذه لها معاني كبيرة جدا وهي في مقصد في الشرع أساس محمد وهي المقصد الخمسة حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض فحفظ النفس هذا معني به حفظ النفس حسا ومعنى حفظ النفس حسا ومعنى يعني أحفظ النفس دي ما تعداش عليه ليس للإنسان أن يتعدى على نفسه وأرجو أن ينتبه المشاهدون من هذا وليس للإنسان أن يتعدى على معنى نفسه تمام معنى نفسه ليه الحالة النفسية فنم ينفعش أسيب أخي في حالة نفسية سيئة إذا كان بيدي ما أقدمه له يعني أرضى مثلا حتى معروف في وسط الأمثال العامة يقولك إيه فلان لما فض فض ارتاح حس بالراحة طيب هو يفتفض مع من مع من يفتفض مع صديق أخوه اللي هو النهاردة مثلا مع ليش أس محمد لما أنا يفتفض معاه بيطلع يروح آل بكلام علي ويمقله لهذا والذي لا يحفظ سرا ويحمل الكلام على غير محاملة ما احنا بقى هنجف نواقد أخوة يعني نحتاج إلى التفقد الحقيقي التفقد الحقيقي الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وعليه الصحابة رضي الله عنه عشان نعيش حياة يعني فيها السكينة فيها الطمأنينة أبقى أنا آمن على نفسي لو أنا مت حتى أن يتفقد هذا الأخو إخواني ويتفقد أولادي وبيتي بنزاهة كاملة وهكذا يعني وده الحق حق الأول نعم يبقى الحق الأول أن يتفقد الأخو أخاه أو الصديق صديقه بقدر ما يصدر وحضرتك أكدت أوي أن يكون تفقدا حقيقي لا ظاهري لا ظاهري لا ظاهري يعني مش مسألة أنه يزوره يقبله بوجه طلق ابتسامة نعم أحضان كلام كل هذا وينصرفه بس نعم تمام الأمر الثاني حفظ السر حفظ السر طبعا النهاردة مثلا أخي أفضى إلي بسر النبي عليه الصلاة والسلام قال المجالس بالأمان نعم إذا أنا بحدث حولك الآن في أي حاجة وبصيت حولي كده يبقى هذا سر أكيد لأننا خايف أن حد يشوفك أو يسمعني يبقى أنا بخص الأستاذ محمد بهذا نعم أفيحل لك يا أخي بعد أن خصك أخوك من دون الناس بهذا السر أن يصبح هذا علنا وحيب يكون فيه أمور داخلية أو خاصة بين الرجل وامرأته ومشاكلها طبعا طبعا يوم يفضي مثلا إلى صاحبه بسر يوم يأتي ينشر هذا السر والله بهذا قد ضيع حق الأخوة كاملة تمام إنما عليها أن يحفظ عليه سر بل أن يحمل هذا أن يحمل هذا على خير المحامل قد يكون مثلا السر فيه شيء خصوصية زيدة شوي أو ما شاكل هذا فلا يظن بأخيه إلا خيرا هذا هو الحق الحق الثاني الثاني حفظ السر يبقى التفقد الحقيقي الواقعي معنويا وماديا وكل شيء ومساعدة الصديق لصديقه وأن يعرف أخباره وأحواله وكل هذه الأمور الحق الثاني هو حفظ السر حفظ السر بعد هذا ودهن الحقيقة مولانا الحبيب أنه مسألة أن الناس تفتش سر بعضها أمر يعني سيء جدا وأمر مخالف يعني لشرعنا الحكيم نعم